السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا حلقتنا اليوم عن انتقال المريخ لا العقرب العقرب اللي هو كوكب المريخ يعني الطاقة عالي جدا رح تكون أو بأوجهة للمريخ في هاي الفترة طبعا بالنسبة للانتقال رح يكون يوم الثلاثة 12 تشرين الثاني اكتوبر يعني الساعة اربعة وثلاث دقائق من صباح يوم الخميس عشان هيك بده ينتقل ويستقر في العقرب وبعدها رح يظل موجود بالعقرب لغاية الساعة عشر واربعة عشر دقيقة من صباح يوم اربعة وشرين احداش لا ينتقل بعدها للقاوس اذا المدئة تقريبا لاربعين يوم هاي الفترة اشوي بدها تركزوا فيها بشكل كبير كوكب المريخ وهو المسؤول بتاثراته عن الطاقة والنشاط والجراءة والقدرة الجنسية ويعتبر هو النحس الاصغر هو الحاكم لبرجه والحمل والعقرب فعشان هيك رح يكون في بيته فيفترض انه يكون سعيد ولكن بعد قليل نتبين لما نشوف الزوايا اللي رح تتشكل منعرف سعادته من نحوسته ويش اللي رح يجيبنا اياه بالفترة القادمة بالنسبة لصفات كوكب المريخ معروفة انه هي اذا كان ايجابي يعطينا الشجاعة والاقدام اي حب المنافسة والجراءة والاندفاع والطاقة للعمل والنحية الجنسية ولكن اذا كان سلبي بعض الجدال والقسوة والتسرع بالكلام والافعال خلال الفترة ما بين 12-10 لغاية 24-11 يشعروا موليد برج العقرب بالطاقة والنشاط والجراءة ولكن ممكن في لحظة انتحاس المريخ يفقدوا دبلوماسيتهم المعهودة ويندفعوا في تصرفاتهم يستفيدوا طبعا موليد الابراج المائية والترابية من العقرب والسرطان الحوت الثور العذراء الجدي وكل شخص لما انولد كان موجود المريخ عنده يوم في فترة ولادته في برج العقرب جذير بالذكر لازم نوه للنقطة وهي انه لما بنتقل المريخ دائما منقول انه من برج لبرج فدائما بيحمل شحنات وسلبية جدا أعمال عنف وحوادث لها علاقة دم ونيران وتفجيرات وحدية الخطاب وإلى مال النهاية طبعا هذا قبل خمس أيام من الانتقال وبعد الانتقال بخمس أيام لأنه هذا المريخ كان يسمى بكوكب النحس الأصغر أو كوكب الحرب والدمار فعشان هيك ما تتفاجأوش من المعلومات والأيام هيها واضحة يعني شو اللي بتعملو فعشان هيك هم كانوا يتشاءموا من حركته لا شك من انتقاله تحديدا غير الزوايا لأنه كانوا يلاحظوا أنه في حوادث عنيفة وخصومات وحرائق وفي توتر والأمور هيكلها طبعا بالنسبة للمريخ بأنه زي ما حكينا هو كوكب العنف والدم والنار والمواجهات العنيفة وخصوصا في المناطق الحامية اللي فيها مواجهات أو فيها نوع من أنواع الحدية بالتعامل أو في مشاكل فيها فهنا تواجدوا رح يكون في برج ماء وهذا الشيء يعني له تأثير كبير وخصوصا أنه إحنا بلشنا بدنا ندخل في مرحلة بداية يعني نهاية الخريف وبداية الشتاء في المرحلة الفواصل إحنا بنسميها فهذا الشيء بيتعلق بالماء والأعاصير والأمطار العنيفة والسيول والفيضانات وسقوط الطائرات والحرائق وأيضا بيتحكم بما أنه في العقرب معناته بيتحكم بالشراكات المالية والمؤسسات البنكية والميزانية لبعض الدول والحملات والمدخرات للأفراد والدول والمعلومات السرية وأهم نقطة النفط ومشتقات وطبعا حطوا ألف خط تحتيها كمانها بتزداد معاها فيها هي الفترة موجات الطلاق والزواج والرغبات الجنسية والأمراض اللي بتتعلق بالمسالك البولية والتناسلية أيضا خلينا نشوف الزوايا اللي راح تتشكل عشان نعرف وين رايح الدنيا فينا في الأربعين يوم القادمات أول زاوية طبعا هي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين زحل هاي راح تكون يوم 13 عشرة بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا بتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في عملنا وأعمالنا ومشارينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين المشتري هاي زاوية راح تكون يوم 28 عشرة فبيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين بتتعرض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطراب بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدول الميزانية أكبر للشؤون العسكرية هاي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا تتعرض لعراقيل أو ما بيتم توصل عفرا إلى اتفاق فيها وهي الفترة ممكن يعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين وبيلقى تأييد وشعبية كبيرة حاول أنه يعني هاي الفترة لا تصلح اللي هي خلال ذروة هاي زاوية لأي مضاربات مالية يجب على من يتعامل بسوق المال الحذر من تقلب أسعار البورصة والعملات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران منتزجة يعني ممتزجة هي خليطة ما بين السعادة والنحوس في نفس الوقت ما بين عطارد وما بين المريخ هاي الزاوية رح تكون يوم تسعة وعشرين عشرة عادة إيجابيتها عند حدوث هذا الاتصال بسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقة مع أحبانا أما بالناحية سلبية فإنه إحنا ما بنقبل النقد وممكن ننثور بشكل مبالغ في وجه أي شخص بينتقدنا أو بيعطينا أي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردت فعلنا بكشف عيوبه وأخطاءه أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين المريخ وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون يوم 11 11 طبعا بصير في عنا نوع من التردد والخوف من اتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غريبي الأطوار وعنيفين وبيسببنا شقاقات عاطفية البعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة بدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كحرائق وتفجيرات أو وقوع الطائرات أو حوادث إلها علاقة بالسك الحديد الزلازل العواصف ممكن يقع نوع من أنواع التمرد أو انقلاب عسكري أو يتم عزل أو قتل أحد القادر الكبار وبرضو بتشهد هاي الفترة مظاهرات أو إضرابات في قطاع الصناعة أو الصحة بسبب قمع الحريات وممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية أو جنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين المريخ وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون يوم 17-11 بيكون في نوع من أنواع التركيز عالي لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بيحاول أنه يكذب علينا أو يخدعنا كمان ها بتدفعنا لحب المغامرة وتحمس لفكرة ما وممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية ممكن برضو بتصادف في هاي الفترة أو هذا الوقت لا إعلام بعض التطورات العلمية في مجال الطب والعقارات الطبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المريخ وبين بلوتو هاي الزاوية بتجعلنا نبدو أحيانا خجلين ولكن ممكن نرد على أي شخص بيحاول أنه يثيرنا بعنف شديد يعني هيك تقريبا خلصنا الزوايا وزي ما شفتو في إيجابي وفي سلبي فعشان هيك التحذيرات اللي حكيناها هاي لجميع الأبراج والإيجابيات اللي حكيناها لجميع الأبراج يعني الكل رح يستفيد منها والكل بدو ينتبه من السلبيات إيش التأثيرات رح تكون على الأبراج أو على الطوالع يعني بدك تسمع برجك بدك تسمع طالعك عشان تعرف اتنين مع بعض إيش هذا بحذر وإيش هذا بحذر إيش هذا بعطي وإيش هذا بعطي وتعرف أنت لوين رايحة هاي الفترة فإذا شفت أن حياتك ماشي باتجاه مثلا برجك أو شفت الملامح بتدل على اللي بدل عليه برجك فخذ فيها وركز عليها وخلي هديك احتياط إذا شفت الثانية بتركز على الثانية وبتنسى برجك أو بتخلي احتياط أو بتدمجهم مع بعض أنت حر عاد على حسب حياتك اخلط الأمور برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هاي فترة غير إيجابية بالنسبة للك لأنه دخول مريخ للعقرب بيعقد بعض الأمور المالية والمعاملات وخصوصا اللي إلها علاقة بالعقارات والملكيات وحصر الإرث والضريبة وها أمور البنوكبر البنك يعني تحديدا فعشان هيك ممكن يقع خلاف بينك وبين شركاءك أو ما بينك وبين زوجتك أو زوجك إذا بتشتغلوا بالمال مع بعض إلو علاقة بمستحقات مالية أو تعويضات أو ما شابه ذلك حاول إنك ما تحاول إنك تدخل أي محكمة أو أي أعمال عقارية في هاي الفترة لأنه هاي الأمور ما رح تكون لصالحك حاول برضو إنك ما تدخل في أي مواجهات مباشرة مع شركاء ولكن من إيجابيات المريخ نور رح يعطيك القدرة على معرفة الناس وتمييز الصديق من العدو برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا دخول المريخ لبيت الشراكة مقابلك تماما يعني فعشان هيك يا هذا بيجعلك مندفع ومتسرع في علاقاتك العاطفية والحميمية بالفترة القادمة ممكن تقع في الحب بسرعة وإنفعال دون تفكير وممكن تتصرف بعناد وقسوة مع شريخك العاطفي وممكن تنهي علاقة عاطفية فحاول إنك ما تقع في مواجهات مباشرة لأنها هاي الفترة بتجعلك تخسر الأشخاص اللي بيحبوك انتبه لعلاقاتك المشتركة في مجال العمل اضبط حساباتك المشتركة بشكل دقيق إيجابيا بعطيك المريخ القدرة على المغامرة وكسر الروتين في علاقاتك العاطفية وتجربة أشياء جديدة أو تجربة شيء ما قمت فيه من قبل برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا دخول المريخ لبيت الصحة والعمل هذا يعني هذا بيخلي الفترة القادمة تركز على أوضاعك الصحية اللي بتكون غير مستقرة فعليك الحذر من المبالغة برضو في العمل اللي ممكن يسبب لك إرهاق أو حتى بدك تحذر في مكان عملك إذا بتشتغل بالآلات الحدي من الإصابات لأنه برضو بسبب نوع من أنواع الأوجاع وألام غير متوقعة عليك ترتيب أولوياتك وإنجاز المهام أولا احذر من أي مواجهات مع الزملاء بالعمل ممكن يكون مزاجك انفعالي في هاي الفترة زيادة عن اللزوم فتدخل بمواجهات معهم ممكن هيك تتعاكس تضيعتك هاي الفترة على طريق التعاملك مع الآخرين حاول أنك تستعيد مرحك عفويتك بعيدة عن المزاجيات إيجابيا بمدك المريخ بالقدرة على التركيز والاهتمام بالآخرين بطريقة مختلفة مختلفة عفوا وجدية أيضا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هنا دخول المريخ لدائرة المائية يعني بيكون في تأثير عليك شوية هيك في خليط ماشي لأنه هو إيجابي بالأغلب ولكن رح يعمل نوع من النواع المشاكل اللي إلها علاقة بشريك العاطفي أو بالأشخاص المقربين منك فممكن تشعر بضيق مفاجئ أو عندك حالي كبير من التوتر وهذا شيء ممكن ينعكس على تصرفاتك وأقوالك فإحذر من الخلافات مع الحبيب أو الصديق أو المقربين لإلك بسبب ردات فعلك المبالغ فيها حاول أنه تكون هادئ على طبيعتك امتص الطاقة السلبية هاي حاول أنك تمتص الغضب اللي موجود جواك ما تنفجر في اللي حواليك خصوصا بالأحبة والأبناء وبرضو ما تنظر للنصف الفارغ من الكأس إيجابيا بمدك المريخ بالقدرة على الرضا والتسامح بشكل سريع رغم الضيق وبيجعلك تخرج ما في قلبك دون أن يترك ذلك أي أثر ولكن إذا سيطرت على عصبيتك الأجواء جيدة برج الأسد بالنسبة للموليد برج الأسد طبعا في كثير من السلبية بوجوده أنه تربيع أو الأشي رح يكون هو مع برجك أثنين البيت البيت الرابع لعلك فهو رح يخلي البيت لا يطاق بمعنى آخر فعشان هيك في أوقات بدك تدير بالك من هاي النقطة خصوصا التركيز زي ما حكينا رح يتركز على المنزل على علاقاتك بأفراد الأسرة ممكن تكون منفعل متسرع عصبي بعض الشيء فترة غير مناسبة للدخول في أمور عقارية بيع أو شراء أو استثمار أو ما شابه ذلك عليك الانتباه على صحتك عدم المبالغة في تقدير قواك البدنية الستات اللي بيشتغلوا في المطابق أو مع النيران أو تماس أو الأشخاص اللي بيشتغلوا بتماس بالأمور اللي لها علاقة بالنيران هذول لابدهم يحذروا بشكل جيد أو الأدوات الحدي حاولوا تأخذوا قصة من الراحة من وقت لآخر إيجابيا بمدك المريخ بالقدرة على الاهتمام بهوايتك اللي تركتها من فترة طويلة ممكن ترجع لها وبتعمل على تطويرها بشكل جدي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء خلال هاي الفترة يعني بدك تنتبه من علاقاتك بأخوتك وأخواتك أو بالوسط المحيط فيك لأنه ممكن يصير بعض الخلافات أو الحدية بالتعامل أترك مسافة أمان بينك وبين الآخرين وحاول إنك ما تتدخل في أي شيء ما بيعنيك ابعد عن الانتقاد قدر الإمكان خفف من انتقاداتك اللاذعة لأنه يعني ما رح تقدر تغير العالم وأنت مش مسؤول عن تغير العالم عشان هيك خل الأخرين يعبروا عن أنفسهم زي ما بدهم وريح راسك كون حذر على الطرقات أثناء تنقلاتك اللي بريد اللي بده يشتري سيارة يعني أما بنصح بالفترة هاي أجل الموضوع رغم أن القابلية عالية بتكون ولكن برضو بتكون تحذر زي ما حكينا أثناء التنقلات من الحوادث إيجابيا بيمدك المريخ بالقدرة على الإبداع والتفنن في الإبتكار وإدهاش من حولك بما تفعل بالنسبة لموليد برج الميزان على الرغم من أنك يعني شخص نقدر نقول عنده مثالية أو مثالي في التعامل وخصوصا في الأمور المالية ولكن بالفترة هاي تحديدا بدك تحذر لأنه التبذير رح يصير في أوجه عندك أو شراء أشياء ممكن تندم عليها لاحقا تجد أنه أنت مش بحاجة هالش اشتريت ها يعني فوجود المريخ في بيت المال عندك يعني أنك بتفقد بعض الأشياء الثمينة فانتبه لأشياء وثمينة أوراقك الثبوتية أيضا انتبه لها واحذر من النصابين والمحتالين أهم شيء وحاول أنك ما تدخل في أي علاقات مالية أو توقيع عقود أو قرود وما تدخل في سوق البورصة وما تراهن على الحظ كثير في هذه الفترة عليك أنك تعرف أيضا وين تضع موالك عشان ما صار في خسرات أو سرقات إيجابيا بمدك المريخ بالرغبة في الدراسة وتطوير مهاراتك الذاتية والفكرية وإثبات جدارتك بقوة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا انتقال المريخ لبرجك رح يشحنك بالطاقة والنشاط وتحس أنك قادر على إنجاز ما تراكم عليك من أعمال ولكن احذر يا صديقي من الاندفاع والتسرع لأنه لا تنسى أن الشمس ما زالت موجود في بيت متعبك تسرع في الحكم على الأشياء أو تهور في تصرفاتك لأنه ممكن تسيطر عليك طبيعتك الحساسة والعصبية في نفس اللحظة فبتصير مغامر أو مخاطر دون حساب للنتائج عليك أنك تكون على حذر كبير من المحاكمة الآخرين بدون مقدمات ولا تكون عصبي وحاول الإبتعاد على المشاكل إيجابيا هو رح يمدك بالقدرة على المواجهة والتحدي وتجاوز التجاوزات الذاتية أو تجاوز ذاتك باستمرار ولكن مع بعض التفكير تذكر أنه الشمس ما زالت في بيت متعبك وهذا الشيء يعني شوي ممكن يخليك تقطع علاقتك بكثير أشخاص برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا موجود المريخ في بيت المتعب بيعني أنه وخصصا أنه الشمس برضه بتقترب من بيت متعبك فعشان هيك في حد بيحيك لك مؤامرة في الخفاء فانتبه ركز علي حواليك بشكل جيد ما تأمنش لأي حد ما تعطي سرك لحد في أشخاص ممكن يحاولوا أنهم يشوه سمعتك في القفاء أو يحاولوا أنهم الإيقاع فيك دون أن تعلم أو التقليل من شأنك أو من شيء ممكن أنك أو ما تحقق بعض الإنجازات فترة غير مريحة على الإطلاق ممكن تحس بأن الحظ تخلى عنك وهذا أكيد لازم تعيشه ما تعتمد على الحظ نهائيا ممكن تمر بضائقة مالية ولكن عابرة حاول أنك تعود لطبيعتك المعهودة للمريحة ما تضخم الأمور لأن المياه ما بتعود لطبيعتها الآن ولكن لما يوصل المريح لعندك والشمس لعندك بقدر أقول لك أنه المياه رح تعود لطبيعتها لا سيما مع وجود الزهرة برضو اقترابها هاي كلها يعني بتعطيك نوع من أنواع الطاقة فإذن هاي فترة صحبي جدا يعني على صعيد التوتر والحالة الإبداعية حتى اللي بيشتغلوا في مجال الكتابة والفن والموسيقى بيجدون الأمور ممكن إنها تنفجر بهذا الاتجاه كخواطر وشعر وأشياء من هذا القبيل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هنا يعني بتلاحظ أنه علاقتك بأصدقائك بتشهد هاي الفترة نوع من أنواع التوتر أو البرود طبعا المريخ الموجود هنا في بيت الأصدقاء هو اللي بيأثر على هذا الموضوع وبيعمل مشاكل ما بينك وبين أصدقائك وما بينك وبين علاقاتك فلا تحاول التقليل من شأن الآخرين أو تعامل معهم بنوع من أنواع التعالي بدون ما تدرك أو تحس يعني مش طبيعتك ولكن ممكن في هاي الفترة هاي النزعة الآن تكون ظهرة بشكل كبير عفويا بدون قصد وممكن ما تشعر فيها لأن المريخ رح يعززها بشكل كبير فبدك تنتبه وتعالجها فورا كون حريص على التواضع بعيدة عن التوتر أو التصرف ببرود أو عدم اهتمام حاول أنه تكون على طبيعتك الواضحة والمعروف للجميع إيجابيا بمدك المريخ بالقدرة على تحسس مشاعرك بطريقة جديدة ومبتكرة وكسر القيود اللي ممكن هيك كنت واضحة على قلبك بالفترة الماضية وممكن تشعر بحرارة الحب برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتكون تحذروا في هاي الفترة من علاقاتكم مع المسؤولين المسؤولين عنكم في العمل أكيد يعني لأنها هاي الفترة غير إيجابية على الإطلاق لا تحاولوا الدخول في أي مواجهات أو نقاشات ممكن تأدي لخلافات بتعدو قدر الإمكان عن الانتقاد أو ابدأ آراء جارحة أو التعليقات المبطنة وخصوصا اتجاه المسؤولين عنك في العمل لأنه هاي شغلة ممكن تأدي لصدام انتبه عنه انتبه من مخالفات أو عقوبات ممكن اطالك في أي مجال كنت بتعمل فيه لأنه برضو هذا بيت السمعة بدك تحافظ قدر الإمكان على سمعتك إيجابيا المريخ أو بيمدك بإحساس بالندم أحيانا أو مراجعة ذاتك في بعض الأشياء أو بتحاول أن تصحيح بعض الأمور بطريقة أفضل فعشان هيك بدك تركز ما في مخالفات ما في أي شيء يشوه سمعتك حاول أنك تنتبه لهاي الأمور ما توصل لها المرحلة وفي نفس اللحظة ما تدخل بأي صدامات مع المسؤولين برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا بدك تنتبه خلال الفترة من تنقلك على الطرقات أثناء قيادة السيارة انتبه من السرعة الزائدة أو الاندفاع أو الدخول في تحديات غير مدروسة الأجواء الفلكية بتأثيرها يعني هيك مش مريحة وخصوصا للطلاب في المراحل الدراسية اللي هي تعتبر الجامعية فخصوصا أنه احنا بفترة بداية المراحل الجامعية لطلاب الجامعة فموليد برج الحوت هم اللي رح يعانوا في هاي الفترة لأنه بينما يتأقلموا على الوضع وممكن يغيروا تخصصاتهم أو يشوفوا حالهم أن يتسرعوا باختيار التخصص يحاولوا يثبتوا الأمور بشكل جيد الانتباه من التسرع والانفعال في القراءة ممكن تجدوا أنفسكم غير مقبلين على الدراسة التجار بدهم يحذروا في معاملاتهم اليومية ويكونوا على حذر من المحتالين وصيادين الفرص إيجابيا بمدك المريخ بالقدرة على الكسب الكثير من المال أو خلق فرص عمل جديدة ممكن ما تكون بالحسبان وهذا الشيء ممكن يكون إما مع شركات دولية أو شيء بيتعلق بسفر أو شيء لعلاقة بخارج البلاد أو ممكن أن تتسافر خارج البلاد أو تتعامل مع أجانب يعني في هذا المحور في أشياء إيجابية لألك طيب هسا كثير بدهم يقولوا شو هالطاقة السلبية وأحنا من زمان أساسا ما منحب لإسمع لك لأنك بتحبطنا وبتدمرنا وبتا والله أنا قرأت الزوايا وشفت الزوايا دمجتهم مع بعض على حسب برجك حكيت لك وهذا المريخ ما رح يسوي لك لا ورد ولا حب ولا يجيب لك زواج هذا بنية للدنيا فإيش أضحك عليك يعني ولا أرمي لك يا هيك دخول المريخ على البيت الرابع بتهتم تركيزك على البيت وعلى العائلة وعلى العقارات وبعدين أنت حلها تدمر البيت تطلبت وتطوشت وشتريت بعت خربت مش مشكلة بس أنا المهم أني حكيت فهيك بطلعنا كيف توقعاتي صحيحة بصير أحكي لك ولا أشرح لك وتعرف أنت تحتاط من إيش وإيش اللي لازم تنتبه له نقاط ضعفك وين راح تكون ونقاط قوتك وين راح تكون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا جماعة الخير هيك من كون انتهينا من أخبارنا الفلكية والله أعلم يا رضا الله ورن الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر